السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو اصحابي عاملين ايه? انا احمد شيطو. النهاردة ان شاء الله طالح اتكلم معكم عن يعني طريقة او كيفية ان انت تمنع نهائيا الاعلانات عندك من وندس حداشر. او معنى صح يعني كده بتوع تتجسس علينا وتاخد مننا بيانات وحاجات عشان تبعتها للناس اللي هم يعني بيسموهم الطرف تالت اللي هم بقى بيبدأ يعرضو لك الاعلانات والكلام ده كله. فطبعا ده يعني بياخد حاجات من خصوصياتنا او انبياتنا. وفي نفس الوقت برضوك بيستعلك من موالية الجهاز عندك. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض ازاي نقفل كل الحاجات ديت. حسن احنا ملزناش اي علانات خالص ولا اي بقى حد من طرف تالت ولا طرف رابع حتى يعرف عننا اي معلومات. كده هو اكتر بحده ان شاء الله بس انت اكيد لو مهتم ما تبخلش على لايك. كومنت جميع زيك كده اشراك في القناة لو انت او ما تشوفني فعل زار الجرس عشان اي فيديو نزيله جديد جالك باشعار وكالعادة يلا بينا عالشار حيش يا بنا. اه طب يا جماعة رجعت روه بعد الانترو كالعادة نخش عاطفة موضوع الحلقة. طيب بصوا يا شباب هتيجوا عندكم على زار الستارت قولوا كليك المين كده. بقى تخش عندك على سيستم. هتنزل تحت خش على هتيجوا بقى تخش هنا عندك على جنرال. لو انت عندك اي حاجات دي ما اعمل لها اعمل كل الكلام ده اعمل له تمام زمان عامل كده. طيب بعد كدك هتخش على تاني. هتخش بكل عليه الثاني. انزل تحت خالص. هتخش على لو الحاجات دي عندك متعلمة صح كده. لا거� بالقشل الصح. خليها بردو كزي ما قدامك كده. ما فيش علامة الصح ولا حاجة. بعد كده هتيجي على هاتخش البغي على اللي هو الاختار الاخير ده. هنا لو انت عندك اي حاجات دي متعلمة اقفلها ااء في ده كله. مسلا عندي الحاجات دي متعلمة هو. لا اقفل الكلام ده كله. هتخلي كل الكلام ده. طيب هتيجي بعد كده ههريكم حاجة يعني انا بصراحة استغربتها وانتو اغلمة هستغربها برضو. خش كده عندك على وتعالى عندك هنا على على هتخش عندك على وانزل تحت لحد ما تلاقي عندك حاجة اسمها هي فين? لا دا. دي هتشل علامة صح من عليها برضو. وتقوله هنا كده ابلاي. بعد كده تقوله هنا اوكي. في بقى خطوة اخيرة يعني دي حاجة ترجع لك انت. لو انت في تطبيق معين انت مش عايش شوف منه اي متفكش خاص او اي اعلانات انت ممكن تحدده بمعنى ايه? لو جينا على السيستم هنا كده. ودخلنا بصوا دي كده معظم البرامج او دي كل البرامج اللي بيجي لي منها اعلانات او اشعارات او كده. فانا مسلا لو عايز بنرج معين ما يجيش منه اي اعلان فانت ممكن تقفله منه ذات نفسه يعني مسلا لو ده مسلا لو كم اقفله كده خلاص مش اجيلي منه اي اشعار ولا اعلانات او ارجع شغاله تاني. فدي لو انت عايز حاجة معينة بعينها يعني تقفل منها اي اعلات او اي اشعارات. وبس كده يا شاب ده كان موضوع حالة النهاردة. يعني كالعادة لو استفدت مني حاجة ما تنخلش علي بلايك. كومنت جميع زيك كده يعني اكتبوا كومنت يا جماعة اعملوا لايكات رواء علي كده. اليوتيوب بيجيب لي يعني ان الناس والله معظم الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات بيشوفوا وطلعوا يجروا يعني مش مشتركين في القناة. فعندك زيك كده انزل تشترك في القناة اخد لك لفها في القناة لفت برضك حلو هتعجبك ان شاء الله وبس كده يا شباب يلا سلاة.